أتمنى نعي الآن حتى في طيات الكلام صراحة أنا بديت أخشى صراحة هذا يعني جانبي تخصصي المدرب بدأ يعني ينتبه للتصريحات بدأ ينتبه للكلمات أنا أعتقد مفروض يبتعد عن هذا الأمر أنت ركز بالجانب الفني ما يخص فريقك ما لك علاقة شنو ردود الأفعال يا أخي ليش نقول لردود الأفعال من المسؤول عنك الردود الأفعال ثلاثة أشخاص أنا قلت لك إياها بالحلقة الماضية وأعيته أولاً الاتحاد علي أن يضبطوا الأمور داخل الاتحاد داخل الاتحاد أقصد المنتخب نحن عندنا رئيس وفد وعندنا مدير إداري وعندنا مسؤول إعلامي ذول ثلاثة شخصيات القضايا الإعلامية مسؤولين عنها لأنها بيها ضبط لنريد لاعب ينفل تيطلع كلمة كذا أو كذا ولنريد مدرب مدرب يقول لعيني يسئلك تحدثلي بالأمور الفنية قدمنا كذا كذا مو تبدو ترد والله أنا راح أثبت لكم والرد في الميدان أولي ما عاد بيروح يتابع منتخب الأرجنتين يعني اعتبرها إيه إحنا انتقدنا لبعض من زملائنا وأخواننا قلنا ليه تنمرون على اسم لاعب على شكل لاعب العطاء هو الأساس اليوم كرة القدم مو أسماء طبعا أطاء فأما والله إذا ما يعجبكم هذا روح على نفس الطريقة العراقية يقولوا حضروا بلسع كل حاجة صحيح مو صحيح مو صحيح إحنا شعب محب مريد المستحيل إحنا نشعر أن منتخبنا قادر للوصول لك أسأل عالم أساني ما ندخل بخانة تخوين أو شيء آخر مدرب أجنبي نعم دورة يركز بالملعب أي بس لازم يضبط ماذا يستفاد هذا الشخص ليوصل كل التصريحات الإعلامية والتعليقات لمدرب أجنبي والله شو الفائدة رح أقول لك رح أقول لك رح أقول لك أكو طريقة يعرفها الساسسعد يعني طريقة واحد يتقرب واحد يسوي نفسه حريص على المدرب مدرب أجنبي يعني هو الكادر صح أو لا طبعا إحنا لازم نصير عملية الضبط الضبط مهم والآن رح يبدأ البطولة الرسمية أنت شايف كل بطولاتنا الرسمية نصير المشاكل تعارك فلان لاعب مع فلان لاعب فلان لاعب طردو فلان لاعب بدلو وغضب وضربوا الكرسي يطلعون نهالات ويسوون أزمة داخل الفريق اليوم رديد فريقنا متزن فريقنا منضبوط مثل ما الآن يعني الاتحاد بارك الله بهم وفروا إعداد ممتاز للمنتخب وفروا كل شيء لكن الآن نحتاج سادي الجوانب مهمة دكتور نحنا ننوي والله رسائل ننطي فرموا اليوم سادي علي والله من زمان نحتي أكو جماعة هواية للأسف أنا أقولك هسا بدأت لأسف بعض الأصوات أنا أقول غير الملتزمة ما أصف بغير هذا الوصف ينكلون بينه بك أي كلام نقوله أنتوا شنو أنتوا أفهم من المدربين ياخو مو أفهم أنا المر يعني أصغري قلبه ولسانه إذا كلامي ما يعجبك خلاص قول هذا متعلم أنا أقول متعلم دائما أحاول أتعلم